نعم الساء الخير على أحلى جمهور في الدنيا جمهور النادي الأهلي اللي طول عمره الظهر والسند أنا ابتديت حلقة مبارح بكلامي ورسلتي لجمهور النادي الأهلي بعد مباراة فيرامنز وقلت إنه الجمهور لا يولام ومحدش يزعل من جمهور النادي الأهلي ومن حقه يعبر عن غضبه ومن حقه يعبر إنه متضايق مش بس عشان خسارة مباراة لكن اللي مش عايزين نوصله واللي عايزة أبتدي بيه حلقة النهاردة إنك ما تكونش أداة في التوقيت ده لإن دورك مهم جدا دور الظهر والسند والحماية مطلوب منك في الوقت ده لأهلي بيتعرض فيه للأسف الشديد جدا لهجمة شرسة وأنا مبارح يمكن في الحلقة ومن ضمن الحاجات اللي يمكن جالنا أو أنا قريب تعليقات وتابعت أنا دايما بتابع تعليقات على برنامج السادسة من أكتر الحاجات المبارح لفت نظر إن الجمهور كان مهتمة جدا ويتباحها والتعليق عليها كلامي على فكرة المؤامرة والمؤامرة هنا مش مش شماعة لأن أنا اعترفت في بداية الحلقة المبارح قلت لنا إحنا مجناش إن الأهلي ما كانش موجود لعيبة ما قدمتش وما كانش فيه مستوى ما كانش فيه روح ما كانش فيه أي حاجة ليه علاقة بالنادي الأهلي في الوقت اللي كان خصمك متحفز ومجهز نفسه بشكل كبير جدا لكن القصة مش قصة خسارة مبارح والقصة بالمناسبة حتى مش خسارة بطولة يعني إحنا أيام كتيرة جدا واسنين كتيرة جدا عدت علينا فأخذنا فيها ألقاب وكنا دايما وقفين في ظهر النادي الأهلي لكن لما قلت مبارح مؤامرة لأنه الحقيقة ما كانش الفكرة فكرة أنا لا ألاقي شماعة علاق عليها الإخفاق في مبارات بيرامدز أو غيرها من النتائج اللي كانت مخيبة لأمال الجماهير العريض لكن الفكرة حالة الهجوم الشرسة اللي مجرد ما الأهلي خسر مبارات بيرامدز فيها لاحظتها في وسائل إعلام وفي صفحات سوشال ميديا وللأسف الشديد جدا يبدو أنه وقت تصفية الحسابات الناس كتيرة جدا بتحاول تكسر في الحالة المعنوية على الأقل تأدير يعني أنك تكسر الحالة المعنوية جوه الفريق أنك تخلق مشاكل أو تفتعل مشكلات ليس لها أي أساس من الصحة ده بقى هدف واضح جدا وملموس تقريبا لأغلب الجماهير وخصوصا على السوشال ميديا وده بشكل من الأشكال الممكن يكون واصل في توقيت في منتهى منتهى الأهمية ما بفهمش وما بستوعبش وما فيش أي حاجة منطقية بالنسبالي ممكن تخليني أفهم أنه الأهل يخصل مباراة مجرد مباراة في بطولة لسه ما زالت في الملعب وأنا بأكد لحضراتكم أن بطولة الدوري ما زالت في الملعب تحصل حالة الهياج الكبيرة جدا على النادي الأهلي ويتم توجيه اتهامات لكل ما يرتبط بالنادي الأهلي من أول الإدارة مرورا بالجهاز الفني حتى الموديل الفني لم يتولى المسؤولية إلا منذ أيام أربع خمس مطشاط لعبا مع النادي الأهلي الراجل حتى ملحقش ياخد نفسه ولا يحفظ أسماء اللعيبة ووصولا لنجوم النادي الأهلي اللي ياما فرحونا ما بفهمش وما بستوعبش ده لأنه ما حصلش مع فرق لم تحقق يعني عشر إنجازات النادي الأهلي في ثلاث سنين الأخير أنا بكلمكم على نادي في آخر ثلاث سنين محق أربع تتويجات قرية وأربع بطولات محلية ووصل لمنص التتويج في بطلتين عالميتين في حين أنه أندية كتيرة جدا عندها شعبية وعندها جماهيرية لم تحقق أي شيء إنجازاتها بالنسبة النادي الأهلي صفر على الشمال أندية أخرى الحقيقة أنفقت ميزانيات عشرات أضعاف ما تم أنفقه في النادي الأهلي يمكن يكون يعني على كل فرق كرة القدم مش بس على فريل أوه ولم تحقق أي إنجاز يسكر ورغم كده ورغم الكبوات دي محدش كان بتكلم محدش كان بتعرض الفرق دي بالهجوم فمجرد ما الأهلي يخسر مباراة يبقى اتهام بقى للإدارة بالفشل واتهام للجهاز الفني أنه لا يصلح واتهام للعابين أنه هم خلصوا كرة شيء مش منطقي وشيء مش معاود يمكن ده يكون بيحصل من خلال أنا متفاهم طبعا أن السوشال ميديا مخترقة وفي لجان إلكترونية وفي ميليشيات سوشال ميديا شغالة بشكل من الأشكال لكن أنا اللي يهمني في النهاية ورسالتي الواضحة لجمهور النادي الأهلي أنك ما تتشدش تده ما تكونش أداة في إيد الناس اللي عايزة تكسر في مشوار ومسيرة النادي الأهلي وبالمناسبة دي حابة في مقدمة النهاردة أجيب لكم أو أعرض لكم في السادسة مظاهرة حب كان في البداية يعني توافت شعبي على واحد من أهم الموالد الموجودة في صعيد مصر وتحديدا في لقصر مولد أبو الحجاج وتحول الحدث ده لمظاهرة حب للنادي الأهلي خلين أنسوف